الجفاف وموارد المياه والطاقة المتجددة ثلاثة أسلحة خطيرة يصوبها التغير المناخي في وجه العراق خطر لم يعد بالأمر العادي في ظل ظروف البيئية المتسارعة والتي قد تحول البلاد إلى أنهار ميتة وأراض متصحرة تدق الأمم المتحدة جرس الإنذار بإطلاق برنامجها الإنمائي بالشراكة مع كندا والمملكة المتحدة ووزارة البيئة مشروع العمل المناخي التحفيزي في العراق والذي يواجه الجفاف ويضبط إدارة الموارد المائية ويحافظ على إنتاج الطاقة المتجددة المشروع الذي تستغرق مدته عامين سيقوم على دعم الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ومساندة الجهات الحكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس في صورة المقابلة فإن تجاوزات عدة على الحصص المائية تشهدها مناطق في البلاد ما يتطلب فرض إجراءات قانونية لحماية الموارد المائية بعد أن عصف بها الجفاف من جهة والتغول عليها من جهات خارجية ويدخل العراق في فصل الصيف ذي الحر الشديد مع حقائق صعبة للغاية على المزارعين والكارثة الاقتصادية التي عصفت بالقطاع الغذائي ما يلزم وضع آلية لإنقاذ القطاع الزراعي ومواجهة التصحر والجفاف وتعزيز القدرة الانتاجية التي تدعم الظروف المعيشية للمواطن ظروف مناخية متسارعة وضعت العراق على طاولة الأمم المتحدة لإيجاد حلول عاجلة خشية انهيار المنظومة البيئية والزراعية على حد سواء